كثيرا ما نصدف في حياتنا اليومية حوادثة مختلفة تتطلب السرعة في التدخل وأحيانا تستلزم تدخل المواطنين لخطورة الوضع وحتى قبل وصول الحماية المدنية حالات كثيرة الإغماء اغتناقات الغاز وذيق التنفس كلها حالات تستوجب المعرفة الجيدة لكيفية الإصعافات الأولية دون تعرض المسعف أو المصاب للخطر المسعفين المتطوعين لهم مواطنين وماهمش أفرض من الحماية المدنية لدينا لهم تكوين مدة 21 يوم على مستوى مختلف وحدات الحماية المدنية لولادة جزائر وعلى مستوى مختلف مدريات الوطن يعني دايما هم اللولين اللي يدخلوا في حالة وقوع أي حادث لذلك يعني لازم علينا دايما نعطي لهم تحيين للمعلومات وكيفية التعامل مع مختلف الحالات حتى باش ميزدوشي أغرابيو الحالة الضحية واحد وعشرون يوما هي مدة التكوين التي تقوم بها مصالح الحماية المدنية للراغبين في معرفة آليات التدخل عند وقوع الحوادث فهذه التقافة بدأت تجد المهتمين بها في مجتمعنا لتدخل سريع عند الخطر هذا التربص تطبيقي باش نتعلمون نتبقوا واشتعلمنا في الجانب النظري وهذا فيه فايدة بإسعافة الأولية يكون ضحية في الطريق ولا في الدار ولا في أي مكان نحاول أن نقوم بإنقاذه قبل فوات الأوان ورون كيفية نتعامل مع الضحية ليكون فاقد الوعي أو يكون عنده شغل سكتة قلبية وتعامل مع الحرائق وتعامل مع الحوادث المورور التدخلات مفيدة تدخلات نصيبها في بعض الحوادث نقدر أن نسعف الإنسان ليقع له الحادث وتكون عملية صحيحة تكوين الراغبين في مجال الإصعافة الأولية والعمل على نشر هذه الثقافة وتعميمها من شأنها المساعدة على إنقاذ الأرواح ترجمة نانسي قنقر